في البيت الذي نسكن فيه نسمع أصوات غريبة كنت أظن أن الأمر مقصورا علينا نحن ولكن سرعان ما اكتشفت أن جيراننا بل كل سكان العمارة التي نحن فيها يسمعون الأصوات ذاتها بدأت الأصوات بطرقات خفيفة على الأبواب كنا نظن أن أطفال العمارة يعبثون لكن الأمر تطور عندما سمعنا صراخات نسائية خاصة بعد منتصف الليل في إحدى العمارات السكنية في وسط القاهرة كان يعيش عدد من السكان في شقاقهم الصغيرة وكان الهدوء يسيطر عليها ولكن سرعان ما تبدلت تلك السكينة إلى رعب فقد بدأ الجميع في سماع أصوات غريبة وغير مفهومة تصدر من الجدران والأبواب والنوافذ كان الأمر يبدو غريبا ومخيفا في نفس الوقت ولم يستطع أحد تفسير مصدر هذه الأصوات الغامضة وبمجرد أن بدأ الأمر يتفاقم بدأ السكان يعانون من أحلام مزعجة وكوابيس تتكرر ليلة بعد ليلة حيث كانت تتسلل إليهم رؤى شخص مجهول يتحدث إليهم بأصوات هادئة ومرعبة في آن واحد في ذات يوم اكتشف السكان أن العمارة التي يعيشون بها كانت موقعا لجريمة قتل بشعة قبل عدة سنوات ولم يتم الكشف عن الجاني حتى الآن وبعد هذا الاكتشاف بدأت الأصوات الغريبة تتزايد في الشدة وبدأت الكوابيس تزداد سوءا وفي إحدى الليالي المظلمة استيقظ السكان على صوت يصدر من أحد الشقق فأسرعوا جميعا لمعرفة ما يحدث وعندما وصلوا وجدوا الشقق خالية تماما ولكن كان هناك رسالة غريبة مكتوبة على الحائط تقول لقد عدت لأستكمل ما بدأته بدأ السكان يشعرون بالخوف والرعب وكانوا يعتقدون أن الشقة المسكونة تحوي شيئا شريرا وعندما قرروا التخلص من الأمر قرروا الاتصال بشيخ يعرفونه ليقوم بعملية تطهير للشقة المسكونة الله أكبر الله أكبر وبعد الانتهاء من العملية بدأت الأصوات الغريبة تتلاشى تدريجيا وتوقفت الكوابيس والأحلام المزعجة وبالرغم من أن السكان عادوا إلى حياتهم الطبيعية إلا أنهم لم يستطيعوا نسيان ما حدث وبقيت العمارة السكنية بمثابة قصر الأشباح الذي يتوارثه الأجيال ويحكي لهم دائما قصة الجريمة البشعة التي وقعت فيها وأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد هوية الجاني ومصيره المجهول وبالرغم من أن الأشباح قد تركت العمارة إلا أن بعض السكان يحكون عن رؤى غامضة وأصوات غريبة يسمعونها من وقت لآخر مما يجعلهم يشعرون بالخوف والرعب من وجود كيانات خارقة في المكان تم هدم العمارة برغبة من المالك بسبب نشوب مجموعة من الحرائق بشكل مجهول لهذا قرر المالك هدمها وتم بيع الأرض لبناء عمارة جديدة عليها ويذكر أن العمارة تم بناؤها في منتصف السبعينيات من القرن الماضي هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله